أربعة مقابل ثلاثة ما الذي يعني ذلك في العمليات العسكرية التي تجري عادة لتحرير الرهائن والأسرى؟ نعم لا شك بأن الحسابات مغلوطة يعني والتخطيط العملياتي هو تخطيط فاشل لأنه يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار بوجود أسرى ضمن المنطقة التي تم قصفها خصوصا وأنها امتدت لمساحات واسعة ولمنطقة كبيرة جدا يعني وجود الأسرى في هذا المكان كان يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار وجود أسرى آخرين ولكن هناك نقطة مهمة يجدر الإشارة إليها في هذا الموضوع بأنه ظهور هذا الفيديو الآن في هذا التوقيس أنا أعتقد بأنه سيكون رسالة قوية للمعارضة التي تعارض حكومة نتنياهو سواء كان معسكر الدولة أو بقية الشخصيات الأخرى لأنه ظهور هذا الفيديو يعني بأن الاستراتيجية التي استخدمها نتنياهو في مسألة الذهاب إلى تحرير الأسرى هي استراتيجية خاطئة والدليل على هذا بأنه إطلاق صراح أربعة مقابل قتل ثلاثة يعني موازنة خاطئة على جميع المستويات ناهيك عن القوة القتالية التي استخدمها الجيش في عملية الدخول إلى هذه المنطقة لا شك بأنه كانت هناك خسائر لم يعلنوا عن الخسائر الحقيقية وقالوا مقتل شخص واحد وجرح آخر ولكن لا يمكن لهذه القوة بهذا الحجم الكبير أن تدخل وتخرج بدون أن تكون لديها خسائر خصوصا وأنه العجلة التي كان فيها الأسرى تم أعطابها وتم نقلهم إلى عجلة أخرى لكي يتم نقلهم إلى خارج المنطقة وهذا يعني بأنه في كل الأحوال تحرير أربعة من مجموع 130 كما قلنا لا يعني شيء على المستوى الاستراتيجي ودائما الحسابات عندما تكون لدى القيادات خاصة على مستوى القيادات الكبرى يعني سياسيا وعسكريا يجب أن تكون مبنية على حسابات استراتيجية وليست على حسابات تكتيكية بسيطة أو إنجازات مؤقتة لا يمكن أن تؤثر في المشهد سواء سياسيا أو عسكريا لذلك نقول بأن مثل هذه الحسابات هي حسابات مغلوطة وكان يجب أن تنتبه القوات الإسرائيلية إلى أنه يمكن أن يتواجد أسرى آخرين في المنطقة وهذا الذي تسبب في محتل ثلاثة العام